مساء الخير على متابعي في الجول.com شفنا مباراة مصر وبوتسوانة في الاختبار الاول لحسام البادري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مباراة ودية ممكن ما كانتش بالمستوى المطلوب ما كانش ده اللي احنا مستنيينه من منتخب مصر لكن في النهاية هي تظل المباراة الاولى لحسام البادري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لخافيار اجالي الحقيقة ان المطشي النهاردة مظهرش منه ملامح كتير قوي او مظهرش منه فعليا اي ملامح لفكرة حسام البادري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يعني ما شفناش اداء هجومي ممكن نقول عليه ان دي جمل او شكل سابت حنشوف المنتخب مصر مع حسام البادري في نفس الوقت ما كانش فيه اي خطورة هجومية لمنتخب بوتسوانا نقدر نحكم بيها على الصلابة الدفاعية لمنتخب مصر ومن هنا كانت المشكلة الاولى هل كابتن حسام البادري هو ما نختار بوتسوانا لمواجهة مصر والديان ولو كان حسام البادري هو اللي اختار بوتسوانا لمواجهة مصر ايه على اي اساس تم الاختيار ده يعني احنا بنتكلم ان ده الاختبار الاول طبيعي جدا ان ما فيش احكام عليه طبيعي جدا ان احنا مش هنقول يعني ان ده مستوى لعب معين او ان ده مستوى المدرب الجديد لمنتخب مصر لكن بشكل عام طبيعي ان انت لما بتختار مواجهة ودية بيكون على اساس ان ان انت عايز تحكم على حاجات او تشوف لعيبة معينة تختبرهم اختبارات قوية او حتى ان كانت غير قوية بيبقى على اقل المدرسة اللي انت اخترت اللعبة قدامها شبيهة من نفس المدارس اللي انت هتلعبها في الماتشاط الرسمية اللي احنا حنبدأها ان شاء الله في شهر نوبمبر في تصفيات كأس روم الافريقية فبالتالي احنا النهاردة مشوفناش بصراحة اي ملامح واضحة لمنتخب بوتسوان مشوفناش اي خطورة على مرمى محمد الشناوي ومحمد عواد مشوفناش اي اختبارات دفاعية لمنتخب مصر شوفنا فريق متكتل دفاعيا بـ 11 لاعب في منطقة جزاؤه فبالتالي ما كناش يعني في موضع اختبارات تماما بالعكس كان دايما منتخب مصر هو اللي بيحاول ان هو يوصل وهنا بقى بننتقل للنقطة التانية هل منتخب مصر هجوميا ظهر بشكل كويس؟ لا تماما صحيحنا كنا مستحوذين على الكورة خاصة في الشروط الاول بكثرة لكن في النهاية ما كانش فيه اي خطورة واضحة على مرمى منتخب بوتسوانة ظهرت الا في الشروط التاني الاستحواذ الهجومي لمنتخب مصر ما كانش في النهاية بيصفر عن هجمات على مرمى بوتسوانة او حتى على فرص ممكن نقول ان هي شبهة حقيقية على مرمى بوتسوانة احنا بنحاول ان احنا نوصل لمنطقة جزاء بوتسوانة لكن كان عندنا مشكلتين واضحين جدا المشكلة الاولى هي كمية المسباس في نصف ملعب منتخب مصر ان ابضالله السعيد كان بعيد بعض الشيء عن محمد النيني وطارق حامد فبالتالي ما كانش فيه ربط في الحتة دي كويس فما كانتش الكورة بتطلع من نصف ملعب منتخب مصر للمهاجمين بشكل كويس النقطة التانية هي ان كان فيه اجتهادات فردية كتيرة جدا من اغلب اللعيب يعني شوفنا حسين الشحات حاول يزر او حاول يوصل لمرمى منتخب بوتسوانة لكن في النهاية كانت اجتهادات فردية مش شايفين ربط واضح ما بين حسين الشحات واحمد فتحي او حسين الشحات وعبدالله جمعة زهيري منتخب مصر فكانت في النهاية الفرص دية اما مش بتمثل خطورة على مرمى منتخب بوتسوانة او حتى مش بتوصل لأحمد حسن كوكا احمد حسن كوكا اللغز الهجومي الدائم لمنتخب مصر هو دائم الانضمام لقوائم منتخب مصر والحقيقة مع اكثر من مدرب يعني مدربين كتير اعتمدوا على احمد حسن كوكا لكن الواضح جدا ان احمد حسن كوكا مش قادر يظهر مع منتخب مصر بالمظهر اللي مستنياء منه الجماهير انا فعليا ما افتكرش اهداف رسمية واهداف حاسمة لأحمد حسن كوكا يمكن كانت ضد تشاد في التصفيات التمهيدية لكاس العالم ودي طبعا كانت مع هكتور كوبر وما كانش مطش يعني قوي او بالشكل اللي ممكن يخلان اقول ان احمد حسن كوكا كان فارق عن اي مهاجم تاني حينضم المنتخب مصر لكن فعليا احمد حسن كوكا لا احنا محتاجين الحقيقة ان احنا نشوف منه اداء افضل من كده اعتقد ان الدولة المصرية ممكن يكون يعني يصفر عن مهاجمين افضل يمكن مصطفى محمد هو ابرز اسماء المهاجمين في الفترة الحالية لكن هيبقى صعب الاعتماد عليه لانه منه المفترض ان هو هيكون هو ورمضان صبحي في الفترة المقبلة مع منتخب مصر الاوليمبي اللي بيستعد الكاس هوام الافريقية في مصر احمد حسن كوكا لغز كبير في هجوم منتخب مصر لكن في النهاية اعتمد عليه حسام البادري النهاردة اساسي يمكن ضيع اكتر من كورة مش يعني مش هنقول انها فرص محققة اوي يمكن كان فيه واحدة واضحة في الشوت التاني كان ساكن بول بيحاول ان هو يعني يدخل على حارس المرمى لكن في النهاية ما معرفش ان هو يستغل لها ويسجل لمنتخب مصر اللي فعاليا تحسن بشكل كبير بعد التغييرات التغييرات كانت من المفترض ان تم الاتفاق على اربع تغييرات وتم زياداتهم لستة التغيير الاهم لمنتخب مصر الحقيقة كان نزول حمدي فاتحي ليه حمدي فاتحي انا دايما باعتبره من اهم اللاعبين دلوقتي في الدور المصري وبالتالي يستحق ان هو يسجل في الظهور الاول لمنتخب مصر لان حمدي فاتحي بيقدم شكل جديد للاعب الوسط يمكن دلوقتي مش موجود في منتخب مصر هو صحيح مميز جدا في افتكاك الكورة مميز جدا في استرجاع الكورة لفريقه حاجة نسخة شبيهة لطارق حامد واللي بيقدمه طارق حامد مع نادي الزمالك لكن الميزة في حمدي فاتحي ان هو قادر يقدم المسندة الهجومية بشكل كويس جدا ده بنشوفه مع النادي الاهلي قد ايه حمدي فاتحي مميز في خطة ريني فيلر ان هو بيقدم المسندة الهجومية بشكل كويس جدا وسجل في المباراة الاخيرة ضد اسوان والنهاردة بيكون موجود في منطقة الجزاء علشان يستقبل اسست من محمود علاء زيه زي اي مهاجم لكن المسندة الهجومية اللي بيقدمها حمدي فاتحي لا تؤثر باي شكل من الاشكال على دوره الدفاعي ودي الميزة الموجودة عند حمدي فاتحي وبتخليه مميز دايما عن اي لعب خط وسط في مصر حاليا فبالتالي حمدي فاتحي هيكون اكيد ورقة ربحة في منتخب مصر الفترة المقبلة خصوصا ان احنا بنعاني في المركز ده ناس كتيرة او اغلب القراء بتقول ان محمد النني مش بيقدم معانا المستوى المقمول منه في خط وسط الملعب المستوى المقمول ده جاي من ان احنا عندنا لعيب في ارسنال لعيب في ارسنال فالطبيعي انت متوقع منه اكتر من كده بكتير فطبعا ما دلوقتي في باشكتاش بس احنا بنتكلم من ان المشاكل بدأت من فترة تواجده في ارسنال فعليا فحمدي فاتحي الحقيقة كان اهم تغييره النهاردة لمنتخب مصر الظهور الدولي الاول والتسجيل في اول مباراة مهم جدا لحمدي فاتحي اللي بيواصل تقلقه مع الاهلي والنهاردة بيكمل تقلقه مع منتخب مصر نقطة تانية مهمة جدا في دفاع منتخب مصر وهو ازاي احنا بنقدر نستغل اتنين قادرين على تقديم المسندة الهجومية احمد حجازي ومحمود علاء محمود علاء احنا عارفينه الراجل كان هداف الدوري السنة اللي فاتت ويظهر بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك وبالتالي انضم المنتخب مصر في كاسلون الافريقية مع احمد حجازي اللي عنده ميزة شفناها النهاردة وهي لعب الكرات الطلية الميزة دي موجودة عند احمد حجازي من فترات طويلة جدا انه هو قادر انه يلعب كرات طلية تنقل الكرة من الدفاع لخط الوسط ومن خط الوسط تبتدي بقى توزع اللعب للاطراف او توزع اللعب للعمق لكن الحقيقة ان احمد حجازي بكرة طلية واحدة قدر يوصل منتخب مصر وهي دي النقطة اللي عانى منها منتخب مصر ضد الدفاع المتكتل لبوتسوانا من بداية الشهوط الاول احمد حجازي لعب كرة طلية استقبلها مين محمود علاء المدافع التاني اللي برضو مميز هجوميا وزي ما قلت كان هداف الدولي سنة اللي فاتت علشان يلعب كرة عرضية بسجل منها حمد فتحي الجول الاول الشكل ده ممكن يدينا حاجة من ملامح منتخب مصر مع حسام البادري ان احنا مش هنستنى بس المهاجمين او الجناحين هم اللي يسجلوا محمد صلاح او ترزيجي او كوكا بقى او مصطفى محمد او مروان محسن او عمر السعيب ايا المكان اللي هيشغل المركز المهاجم مع حسام البادري لا احنا هنشوف افكار يعني كمان هجومية من المدافعين ومن لعيبة خط الوسط رغم ان النهاردة برضو عبدالله السعيد الحقيقة ما ظهرش بالاداء اللي كان متوقع منه او الاداء اللي هو بيقدمه مع بيرامدز في الدوري حاليا اعتقد ان عبدالله سعيد حافظ على توابد المنتخب مصر في قناعة كبيرة من كابتن حسام البادري بعبدالله السعيد من فترة طبعا تدريبه للاهلي وبعد كده حتى كمان لما انتقل للعمل في الهيكل الاداري لنادي بيرامدز في قناعة كبيرة من كابتن حسام البادري بعبدالله السعيد لكن أكيد تقلق أفشا مع الأهلي سيفرد منافس جديد لعبد الله سعيد عبد الله سعيد لم يكن معتاد عليه مع مندخب مصر إن عبد الله سعيد دائما هو اللاعب اللي ملوش بديل لمندخب مصر